موسيقى دعت وزارة الزراعة كافة المزارعين إلى أغلاق البيوت البلاستيكية المستخدمة في الزراعة ورش النباتات بالماء لغسل الأوراق والتقليل من آثار الغبار عليها للحلولة دون وقوع أي مشكلة على المزرعات نتيجة موجة الغبار الكثيفة التي تشهدها المملكة الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين أوضح أن الأحوال الجوية السائدة لها تأثيرات بسيطة على النباتات حيث أن الغبار يعمل على سد المسامات على سطح أوراق النبات ومن المحتمل أن يجذب الغبار بعض أنواع العناكب وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية دعت الوزارة مربي المواشي إلى عدم الرعي في المناطق كثيفة الغبار ودعتهم إلى وضع قطعانهم في أماكن محجوبة للتقليل من آثار الغبار السلبية وخاصة على المواليد الصغيرة من الماشية كما نصحت الوزارة بتوفير المياه للمواشي بكميات كبيرة ورش رذاذ الماء على وجه صغارها حفاظا على سلامتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر